شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حفلة توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في دورته الثالثة تحت رعاية الرئيس عبد الفتح السيسي وأكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة التي تتمتع بها جائزة مصر للتميز الحكومية لكونها تعكس حرصة دولة المصرية على تحفيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية وأشهد مدبولي بأداء فريق عمل جائزة مصر لتميز الحكومية وأسعي هدأم لتطوير الجائزة واستحدات فئات جديدة والعمل على نشر ثقافة التميز داخل المؤسسات وفي ختم الاحتفالية قام رئيس مجلس الوزراء بتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومية والتي تضم في دورتها الحالي 20 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسي والفردي